الدولار والدينار صراع وحرب إلى عجاز التعبير صار لشهور ما انتهت هاي القصة وكل اللي نسمع من السلطات النقدية والمالية والحكومية هو توصيف لما يحصل ليش ارتفع الدولار وليش انخفضت قيمة الدولار وليش 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 ماكو حلول لانه بالمرة الاولى اجوا وقالوا لنا يا ابا ترى قصة ارتفاع الدولار هي قصة محقيقية ووهمية ومرحلية اخوان ليش قالوا لانه العراق بصدد الدخول في المنصة وهذا سوى عدد تلك هنا وهناك وسوف تنتهي هذه القصة بمجرد دخولنا الى المنصة دخلنا الى المنصة ولم تنتهي القصة وسال الدولار سبعة واربعين اثباني واربعين خمسة واربعين خمسين قبت الايطة اخوان شو ما نحلت بدأ يرتفع الدولار يتذبذب بالانخفاض يطير في الارتفاع اخوان شن المشكلة قالوا لنا يا ابا المشكلة القصة انه الان هذه المصارف لم تلتزم بالمعايير وبالتالي هذه المصارف تعرضت الى العقوبات من الفيدرالي والخزانة الامريكية يابا عاقبولنا الولد اللي ما التزمه بالمعايير الدولية قالوا صار ومنعنا وما نخفض الدولار ارتفع الدولار ماشي قبلنا بهذا رد الدولار الان ارتفع وحكينا مع كل الجهات المسؤولة يابا ليش الدولار ارتفع قالوا عيني يا ولد ابو الوليد القصة مو يمنة يابا يمن قال الخلل بالسوق الموازي لان هناك صغار التجار عدهم طلب على الدولار وبالتالي هذا يحرج السوق فترتفع الاسعار زين اتكون بعض حجة يا بنك مركزي يا دولة يا حكومة يا سياسات تقدية يا سياسات مالية لو انا مسودا يتهيئ لي واسولف النوب قالوا لا طلعوا لهم بهاي المصارف امتنعت عن تزويد المواطنين الذين لديهم وداع طلعوا برا لها مسؤول كبير كريم من البنك المركز يتشذبه خلونا انسولف باللي يفيد الناس ويفيدكم شوفوا عشرين سنة انا قلتم بهاي بهذا المعتم اكو قضيتين بالدولة قضية الجريمة السياسية وقضية السياسة النقدية الجريمة السياسية عدنا قوات امنية واجهزة امن ومخابرات اذا جريمة ما بها طابع سياسي خلال اقل من نص نهار يجيبون المتعم لكن اذا اكو جريمة بها طابع سياسي بها فلان وفلان ها ينساها لكن يعرفونها اما القرار المالي والنقدي فيحتاج الى جرأة ويحتاج الى وحدة قرار لانه المتنفذين بهذا المشهد هم القادة والسادة والزعماء والحجاج لما تريد تتخذ قرار تكسر ظهر هذا المصرف او تكسر ظهر هذا المنفذ او تكسر ظهر هذه الكتلة او تكسر ظهر هذا الاستيراد او تنشط ويقفت القمارق خبر يا با يا معودين ليه شي تش انتوا على ارزاقنا مو احنا ورانا شهداء واحنا ورانا ايتام واحنا ورانا خبزة للفقراء وهي كلها تشذب كلها تشذب هي بوك في بوك فالنوب لما تطلعون بالبرامج صارحوا الناس بالحقيقة لانه اي ارتفاع للدولار اذية لجيل كبير لفقراء قد صنعتموها انتم واحزابكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة